أظهر مسح أجراه معهد أبحاث نقبية التابع لمنتدى التعايش في النقب أن الأضرار المباشرة التي لحقت باقتصاد العرب البدو في الجنوب إثر الحرب على غزة تؤدي إلى صدمة مستمرة حتى اليوم ولها تداعيات أكثر وحدة في المستقبل الأشي اللي احنا شفنا بهذا الباحث احنا عملنا استطلاع لتأثير الحرب على موضوع التشغيل وعلى الوضع الاقتصادي للسكان البدو والمشتمع البدوي وشفنا أن الحرب أثرت سلبيا من الأساس نسبة البطالة بالمشتمع البدوي هي من أعلى نسبة البطالة بالبلاد من القرى والبلدات البدوية هي برأس البلدات من ناحية البطالة فالحرب زادت الموضوع البطالة جدا وفحص الاستطلاع فقدان الدخل وزيادة معدل البطالة وموجة تسريح العمال المستمرة حيث أشار نحو سبعين في المائة من المستطلعة آراؤهم في تشريين الثاني إلى أن الحرب قودت شعورهم بالأمن الاقتصادي فيما أشار الربع إلى أن تأثير الحرب كان كبيرا جدا لا شك أن هذا البحث سنأخذه إلى الكنيسة إلى متخذين القرارات سنرفعه لكل من يعنى بموضوع البطالة بموضوع تأثير الحرب على سكان العرب البدو في النقب وسنعمل جاهدا طبعا لا تحسين الوضع لا تغيير النتائج التي طلعت من البحث وأشار التقرير الذي يكشف عنه لأول مرة إلى أن العديد من المواطنين العرب يواجهون صعوبة في الوصول إلى العمل في المناطق اليهودية حيث طلب منهم الامتناع عن التحدث باللغة العربية وتعرضوا لتصرفات مسيئة ويشعرون بأن الحرب ضاعفت العنصرية